موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم إلى حلقة جديدة من فضاحر نخصصها للحديث عن الإنفلاءات من العقاب من مذبحة الكرامة إلى إسقاط الدولة ثمانية أعوام على ذكرى واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ اليمني الحديث مجزرة الكرامة الجريمة التي تناسلت منها جرائم عديدة كان إفلات مرتكب الجريمة من العقاب هو الدافع الأبرز وراء ارتكابهم للمزيد من الجرائم طوال الأعوام السبعة الماضية حين اعتقدوا أن بوسعهم الإفلات دائما من وزر جرائمهم نفس الأشخاص المشتبه بتورطهم في جمعة الكرامة كان لهم الدور الأبرز في إسقاط العاصمة صنعاء وفي الحرب إلى جانب ميليشيات الحوثي خلال الأعوام الثلاثة الماضية قبل أن ينفرط عقد تحالف الجريمة بعد ثمانية أعوام يعود هؤلاء الأشخاص إلى الواجهة من جديد ويراد لهم الإفلات مرة أخرى من جريمة أبشع وهي جريمة الإنقلاب والحرب التي عصفت بحياة ملايين اليمنيين ودمرت وطنهم ويرى البعض أنه إذا كانت تجاوز عن جرم هؤلاء ومنحهم الحصانة في أعقاب الثورة الشعبية قد يكون مفهوما حينها في إطار الرغبة بتجاوز إرث سياسي طويل من الانتقامات ومن أجل التأسيس للحظة يمنية جديدة فإن الآن أصبح متعذرا في ظل الكم الهائل من الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب فيما يرى فريق آخر أن اللحظة تستوجب التجاوز وتجميع كل الأطراف والقوى اليمنية لمواجهة خطر الحوثية الذي يحيط بالجميع وبالتالي فإن التصالح مع هذا الطرف سيبقى دائما متاحا وضرورة بمناسبة الذكرى الثامنة لمجزرة الكرامة نناقش وجهتين نظر المتعلقة بالموقف من مرتكب تلك الجريمة ومآلات الموقفين وسيكون معنا من عدن الناشط الحقوقي فهم الثقاف ومن مكة المكرمة الباحث والكاتب ثابت الأحمدي والبداية مع السؤال المشترك مع الأستاذ ثابت الأحمدي من مذبحة جمعة الكرامة إلى الانفلات من العقاب وإسقاط الدولة هل لا يزال التصالح مع هذا الطرف المرتكب لهذه الجرائم أمرا ممكنا أهلا وسهلا أخي الكريم والمشاهد العزيز أيضا بداية نقول المجد والخلود لأرواح شهداء جمعة الكرامة وقل له من الشباب الأصدق الأشجاع الشباب الأنبل الذي لم تذهب دماؤه هجرا مطلقا أبدا دماؤه شباب جمعة الكرامة كانت مخرجاتها واضحة سقط النظام الذي ثاروا عليه والذي بذلوا دماؤهم عليه ولازمنا في ثورة مستمرة منذ ذلك الوقت وإلى اليوم دماء جمعة الكرامة ليست لا نستطيع أن نقول عنها أنها مذبحة جنائية بسطورة مباشرة إنما هي قضية سياسية بذلوا دماؤهم مقابل قضية وبالتالي نحن نقزم من حجم تلك التضحيات إذا ما اعتبرنا المسألة جنائية بحتة دماؤ تلك الشهداء هي دماؤ بذلت في قضية سياسية سقطت أو سقطت بموجبها يعني ذلك النظام الذي كان على وشك التداعي نعم إذن هل التصالح مع هذا الطرف لا زال ممكن أستاذ ثابت أنا لا أعرف على وجه التحديد من تقصد بالطرف لأن هناك في الحقيقة أطراف تشابهة وللأسف يعني قضية جمعة الكرامة لم تكشف عن تفاصيلها بصورة واضحة تماما ومعرفة الشخصية بأنه قد تم اغتيال بعض الشهود وتصفيتهم بصورة نهائية يعني فيما بين 2011 إلى 2013 ولم تكشف تفاصيلها الرئي العام إذا كنت تقصدها نقصد النظام نعم النظام السابق بأكمله وبأركانه علي عبدالله صالح هو المسؤول الأول يومها عن مجزرة جمعة الكرامة طبعا تورى وانتهى ولا أسأل أن أشير هنا على فكرة أن بما جمعة الكرامة انتهت بالتصالح أو بالمبادرة الخليجية وأيضا بمؤتمر الخبار الوطني الذي دعا إلى جبر الضرر والتجاوز عن العقاب من قبل النظام الجانب الحوثيون متورطون على فكرة من وقت المبكر في هذه العمل اليوم هم الفاعلون لحد الآن في المجهد السياسي وينبغي إذا استطاعت الشرعية أن تطالهم بعقابها لكن يبدو في الأمر ما فيه في الوقت الحالي يعني الميليشيات الحوثي كانت متورطة أيضا في دماء الشباب في جمعة الكرامة هذا مؤكد حتى الآن تماما وكشفت الفترة اللاحقة أنهم كانوا متورطون إلى حد كبير في هذه العملية وإن لهم اليوم رجالة الدولة ورجالة الأمر الواقع عن صح التعبير فليكشفوا عن تفاصيل جمعة الكرامة إن كانوا بريئين من ذلك نعم إلى ما استنت أستاذ ثابت في هذه التهمة التي وجهتها بأن ميليشيات الحوثي متورطة في هذه الجريمة جزء من هؤلاء الجماعة يعني انضموا إلى التدورة وكانوا بمثابة المخبرين والجواسيس وبعضهم حبثا بالنظام السابق ومن ثم ما أداروا العملية وفق معلومات خاصة أكدتها المرحلة اللاقة وكانت عندنا بعض مقدماتها من وقت سابق نعم طيب مشاهدين الكلام إذا أن يجهز أيضا ضيفنا الآخر الناشطة الحقوق فهمي السقاف من عدن نواصل الحديث مع الأستاذ ثابت الأحمد يرى البعض أن منح الحصانة لمن ارتكبوها قاد إلى جريمة أخرى وهي إسقاط الدولة في عام 2014 وكان لهم الدورة الأبرز في التسهيل لميليشيات الحوثي لإسقاط الدولة وكلما عفى الشعب اليمني عن جريمة من الجرائم حدثت في السابق تؤسس لجريمة أخرى ما رأيك كانت؟ عزيزي هذه عندنا مشكلات تاريخية ومزمنة وأزلية نستطيع أن نقول أن اليمنيين يعمدون إلى نصف مشكلات ثم إلى نصف حال مشكلاتنا التاريخية على تلها تحسن بصورة نهائية من 1948 إلى 2016 إلى 2011 بدأت بثورة وانتهت بالتصالح والتصالح ليس على فكرة لا يحل المشاكل في الغالب هي بالنهاية نصف حال ونصف الحال لا يحل المشاكل نحن نرحل المشاكل إلى الأمام ثم لم تلبس فترة معينة إلى أن تنفجر أمام الجميع وهكذا نرحلها فترة وأخرى 2011 بدأت ثورة وانتهت بالتصالح والتصالح التقليدي شكلي على الطريقة اليمنية لم يحسم قضاياها المتراكمة لعقود طويلة من الزمن وهي مشاكل ليست سهلة على فكرة مشاكل معقدة وكبيرة كان ينبغي على نخبة 2011 أن تحسمها بصورة جادة وأن تبدأ لبناء الدولة اليمنية الجديدة لكن تراقت وأدارت الدولة اليمنية من الأسف من مقائل القاتل بطريقة تقليدية لا بطريقة ريال الدولة ولذا دفع الجميع الثمام ولم تكن في الواقع نكوة 2014 إلا القطرة التي أفاضت الكاس لأن هذه الجماعة متغولة منذ زمن سابق نعم الأسس ستثابت من وجهة نظرك التي جعلت اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني أو من قبلها في المبادرة الخليجية تجاوز هذه الجريمة ومنح الحصانة للقتلة وبذلك سمح أيضا بالقفز على حقوق هؤلاء الضحايا كما تعلم إلى الآن غيبت حقوق هؤلاء عزيزي تأتي بالدرجة الرئيسية في العجز في عجز فريق 2011 في الفريق الثورة لم يحسن أمره بصورة نهائية لأنهم الشباب والثورة سلموا مقاليد الأمور لقيادة اللقاء المشترك وقيادة اللقاء المشترك هي نخبة سياسية بطبيعتها ليست سائرة وليس المطلوب منها أن تثور بحكم تكويناتها السياسية فقادت العملية سياسيا وخرجت بها سياسيا ولم تقودها ثوريا أو تخرج بها ثوريا ومن هناك كانت المشكلة نعم طيب كما تعلم السد ثابت هناك من يقول بأن التجاوز عن أي جريمة حدثت من قبل سواء جريمة جمعة الكرامة أو الجرائم القتلة التي أتت بما بعدها وحتى إسقاط الدولة والتي تحدث حتى اليوم هي عبارة عن جواز عبور لأي جريمة مستقبلا وهؤلاء المجرمين كلما تم منحهم الحصانة والعفو العام يؤسسون لارتكاب جريمة أخرى من المؤكد الآن تتعرف قامت ثورة 26 سبتمبر وجل من تمت اعدامهم 37 شخصا من النظام السابق لا يزيدون عن ذلك ولا أظن هناك ثورة في العالم قضت أو اعدمت 37 شخصا أبدا قضت على المئات الآلاف وعشرات الآلاف الذين اعدمتهم الثورات وكانوا عاقبات يعني أمام الشعب 37 شخص عام سنوستين قمة المثالية قمة الأخلاق العالية يعني ولهذا دفع الشعب اليمني السمن كان هناك تقصير من قبل الآباء فدفع الأجيال اليوم دفعوا ثمن ذلك التقصير لأنه بحكم يعني مثاليتهم وبحكم يعني النتيجة التي آلت إليها ثلاثة سنوستين وهي المصالحة عام 1970 لأن الحرب دامت ثماني سنوات وانتهت بمصالحة كما انتهت 2011 بمصالحة بعد أشهر من قيام الثورة وكما قلت لك نحن اليمنيون اليمنيين عفوا يعني نعمل إلى نصف مشكلات ثم إلى نصف حل وهذه الطبيعة وخصوصية يمنية في الأحداث صانعة من ناحية ثانية القيادات الفاعلة للأحداث ليست على مستوى الحدث وللأسف أغلب الرؤساء اليمنيين سواء في الشمال أو في الجنوب سابقا هم أغزام أمام اليمن العظيم واليمن الكبير أمام القضية اليمنية أمام الشعب اليمن العظيم لكأنهم لم يعرفوا ماذا يريد هذا اليمن وما هي منطلباته وما هي الأسئلة الإكبارية التي يجب أن يحلوها يعني كانوا يديرون الأمور كيفما اتفق بطريقة تقليدية ولا يزالون للأسف الشديد نعم إذن أنت ضد أي يعني دعوات لإفلات من قاموا بارتكاب جرائم سواء جمعة الكرامة أو غيرها أستثابت ويعني استدليت بما حدد في عام 62 في ثورة 62 التي أنتجت لنا وعادت المعظم من كانوا في تلك الفترة من الإماميين انخرطوا في الدولة ونتج أيضا الآن ما هو حاصل في عام 2014 بصورتها الجديدة أليس كذلك عزيزي منطقة دولة ومنطقة ثورة هو بالتأكيد يقول ذلك لكن التنظر شيء والباقع شيء آخر هذا من جهة من جهة ثانية اليوم أصبحت هناك يعني جمعات للكرامة إن صح التأبيد وهناك اليوم قضايا ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة وهي مسألة إسقطت دولة وربما هي جريمة أكبر من جريمة جمعات الكرامة لكن السؤال الذي يفرطون هل تستطيع اليوم الشرعية لي دراع الانقلابيين المعتدين من هذه الميليشيات وفرض أحكامها على هذه الجماعة هذا السؤال الأصعب الذي ننتظره خلال المرحلة القادمة إن شاء الله نعم الآن الدعوات التي تدعو بالتسامح والتصالح مع كل الأطراف وتوحيد الجهود أمام الخطر الأكبر الآن على اليمن وهي ميليشيات الحوثي التي انقلبت على الدولة وكان طرف في الانقلاب هو صالح وقوات صالح التي الآن يراد أن تعاد من جديد هذه الدعوات إلى أي مدى ممكن أن تتحقق ومدى قبولها أيضا من مختلف الأطراف في اليمن استثابت يبدو لي شخصيا النهل الأقرب إلى الواقعية والممكنة لأنه في الواقع لدينا عدو تاريخي واحد أزلي مشترك وهو الجماعة الإمامية الكهنوت الإمامي الكيان الإمامي البغيض هذا هو العدو التاريخي لليمنين على مر الزمن بقية الأطراف والجماعات والتيارات خلافنا معهم أو خلافاتنا مع بعضنا خلافات سياسية يعني وجهات نظر في الغالب وسنصل بالتأكيد إلى قواسط مشتركة بين الجميع لأن الجميع جمهوريين جمهوريون الجميع أيضا وطنيون في الغالب الجماعة الإمامية غير جمهوريين غير وطنيين مرتهنين إلى قوى إقليمية معروفة لا يمتون للشعب اليمني بالصلاة وهذا هو العدو الرئيس لليمنيين وأدعو كل الفصائل وكل التيارة والأحزاب اليمنية لتتصل مع بعضها اليوم للقضاء على السرطان الأكبر ومن ثم نتفرغ لبقية الأمراض داخل الجسد في الفترة القادمة صراعنا مع هذه الجماعة صراع وجود صراع وجود نكون أو لا نكون أما خلافنا مع بعضنا في بقية الأحزاب والتجارة هو خلافة سياسية من المؤكدة بما سنصل إلى حل مهما كان نعم إذا تحدثنا في جدلية أستاذ ثابت علاقة بما هو سياسي بما هو أيضا حقوقي كيف يمكن للسياسة أن تتجاوز الحقوق التي هي أتت أصلا لترسيخها وتعميدها وكما تعلم الآن التجارب الماضية في اليمن كانت ربما التسويات السياسية تتجاوز على كل الحقوق وهي التي تنتج واقع انتقامي مجددا عزيزي أحيانا تغلب علينا بعض المثاليات والكلام عن الحقوق على أهميتها لستم هولين هنا الكلام عن الحقوق في مرحلة تأسيس الدول كمن يعطي قطعة الجالاكسي في الوقت الذي يحتجر القبض منطق تأسيس الدول منطق آخر وله خصوصية أخرى تؤجل يعني نسبيا مسألة الحقوق وإن كانت الحقوق والحرية العامة والحرية المدنية هي بالنهاية المطلب الأساس لكن في ضرف لحظات التأسيس الأمر مختلف نوعا عن ما نحتاج القائد القوي نحتاج القائد الذي يضرب بيدين من حديد ويتجاوز أحيانا في مسألة الحقوق ليؤسس ولو استقرأنا منطق يعني أو استقرأنا يعني تاريخ تأسيس الدول والإمبراطوريات تواجدنا تجاوزت هذه المسألة إلى حد ما ثم بدأت في بناء يعني الحقوق العامة الحقوق المدنية الحقوق الحريات إلى آخر نعم طيب أستاذ ثابت نشرك معنا في الحديث من عدن عبر الهاتف الحقوقي لأستاذ فهمي السقاف مرحبا بك أستاذ فهمي أهلا بك أستاذ فهمي هل تسمعوني أسمعك أهلا بك أستاذ فهمي نحن اليوم نتحدث في حول الذكرى الثامنة لجمعة الكرامة وكيف أسست الحصانة وعدم تقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة أسست لي جرائم أخرى وهو ما حدث من انقلاف في عام 2014 والآن يراد أن تقديم هؤلاء بصورة أو بأخرى في المستقبل اليمن الجديد بداية أنت كيف ترى التصالح مع هؤلاء من كانوا لهم يد طولة في جمعة الكرامة وكانوا المتسببين والمسؤولين الأولين في هذه الجريمة وأيضا كان لهم السبب الأكبر في انقلاب عام 2014 نساء خير نساء أهلا نساء 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 أهلا نساء 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 ومصر على مشاهديك اللي أريد أن أكد عليه طبعا ما في صورة أسمعك أسمعك الآن أسمعك تفضل نعم أستاذ فهمي نسمعك أستاذ فهمي ما أود تأكيد أيها أيها نسمعك الآن بوضح تفضل ما أود التأكيد ما أود التأكيد عليه طبعا نعم أنه هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية وكل القوى السياسية المجتمعها هي شريكة في الإثم نعم وكلها تريد أن تهرب أو تفلت من العقاب نعم وبالتالي لا يمكن أن نبني شيء هؤلاء شركاء الإثم شركاء الإنتهاكات حول الإنسان لا يمكن أن نعول عليهم بإنجاز عدالة ولو بالحد الأدنى حتى نعم لأنهم شركاء قلت لك في الإثم وفي الإنتهاكات بالدليل مسئلة الأفلات من العقاب وهكذا هي مسئلة غديمة طبعا مسئلة غديمة الأفلات من العقاب إن تأملت أو نظرت الموضوع الأفلات من العقاب في اليمن فتقدى أولا أنه ليس جديدا ما أعطاء الحصانة لصالح ونعمل معها إلا محطة من محطات الأفلات في العقاب عبر حقب وفترات زمنية مختلفة شهدها اليمن اليمن لو تكلمنا وتحدثنا عن اليمن يعني فالصراعات في اليمن غديمة والضحايا الذين خلفتهم كثر والمتورطين في مسئلة الانتهاكات حقوق الإنسان في كل حقبات الصراع الماضية هم لا زالوا طبعا موجودين اليوم سواء كان كأحزاب أو كأشخاص فهؤلاء طبعا لم يتوقفوا في لحظة من اللحظات أو في فترة من الفترات أو في مرحلة من المراحل عقب أي صراع على الأغل المراقعة للأسف شديد طيب عندما يعني نربط مسئلة الأفلات من العقاب وكذا ليست المسئلة فقط تقتصر على جمعة الكرامة والشهداء الذين سقطوا فيها نعم أو الضحايا الذين سقطوا فيها أعتقد أن الأمر علينا أن نقارب بشكل أشمل وأوسع أيها لأنه في الأخير كل هؤلاء ضحايا في الأخير كل هؤلاء ضحايا نعم وكلهم يمنيين شيئنا ما بينه طيب نحن في مؤتمر الحوار وأنا أتذكر حين في مؤتمر الحوار وفي محور الإعدالة الانتقالية حين حاولت كل الأطراف الموجودة الآن على المشهد أو في المشهد يعني باستثناء تقريبا بعض القوى السياسية واحد أو تنتين من القوى السياسية فقط لأنها لم تكن ضليعة في الانتقال حقوق الإنسان ولم تكن شريكة في السلطة ذات يوم كانوا خارق المشهد أما بقية المكونات بقية المكونات فكانت في المشهد بشكل أو بآخر حكموا كانوا حكاما سابقين ولا حقين وحاليين نعم هؤلاء كلهم وقميعهم آثمون ومتورطون في الانتقال حقوق الإنسان من خلال يعني بعضهم بالصمت بعضهم بالمشاركة وبعضهم بالتواطئ للأسف شديد أتذكر تماما ونحن بمتور الحوار الوطني في محور العدالة الانتقالية ونحن ننجلج ونعمل على صياغة مشروع قانون عدالة الانتقالية كانت بعض الأطراف عندما ترى أن مادة ما ترغلها ونصيقها أوكي تمسك بتلابيبها عليها وتدفع بالتصويت إلى آخر وعندما ترى أنه ثمت مادة أخرى تدين أو تقترب من لدانا على الأغلى بتمس أطراف فيها كانت تهرب منها وكانت حش درجميع ضدها هذه الممارسات ألفناها وخبرناها طيب في النهاية أخرجنا مشروع قانون العدالة الانتقالية داخل مؤتمر الحوار نعم ورفع فعلا إلى وزارة الشؤون القانونية ووزارة الشؤون القانونية رفعتها إلى الرئاسة والرئاسة بدورها أنزلته إلى مجلس الوزراء عشان تتم ناقشته وأقراره وأنزاله إلى البرلمان للمصادقة نعم ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ أعاد مجلس الوزراء مشروع القانون مرة أخرى إلى رئاسة القمهورية مطالبا بعض التعديلات رئاسة القمهورية ظل مشروع القانون الذي أعيد إليها من مجلس الوزراء تقريبا لأسبوعين أو أكثر واستعبت في بعض التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء وأعادتها أستاذ فهمي حتى لا ينجرل الحديث كثيرة نعم أستاذ فهمي حتى لا ينجرل الحديث في تفاصيل كثيرة نريد المقوف على أهم اللقاط نعم أكيد لحظة في النهاية مشروع قانون الأعدالة الآن معطل من اللي معطل هؤلاء في مجلس الوزراء من الذين كانوا في مجلس الوزراء هم أنفسهم الذين كانوا معنا داخل مؤتمر الحوار اتفقوا داخل المؤتمر الحوار على كثير من الغضايا وخرقوا من مواقعهم ومن مناصبهم يناصبوها العداء ويناغضوها ويعطلوا ما تم الاتفاق عليه داخل مؤتمر الحوار هذا أمر مفروغ منه طبعا جمعة الكرامة هناك أكثر منطرف متورط فيما حدث فيها أنا أقول هذا الكلام أكثر منطرف ليس المؤتمر الشعبي العام وصالح وحدها بل أكثر منطرف متورط فيها من هم الأطراف التي ترى بأنهم متورطين؟ وإن كانوا صادقين حقا وإن كانوا صادقين حقا يا أستاذ إلى ماذا استنت من معلومات حتى؟ أنا استنت وأنا عندي أقول لك على ماذا استنت لأنه نحن نناقش هذه المواضيع كنا داخل مؤتمر الحوار كان معنا ممثلين المؤتمر الشعبي العام كان معنا ممثلين المؤتمر التجمع عليه من الإصلاح ممثلين لكل أحزاب التنظيمات السياسية الجميع كان عندما يقترب من ما حدث في جمعة الكرامة رغم أنه داخل محور العدالة الانتقالية كانت مجموعة فقط مهمتها إنجاز هذا الأمر إنجاز مسئلة الدقنة المتعلقة بالتحقيق فيما حصل للشباب نعم ما حدث يا سيدي الجميع اتفقوا أنا أقول لك الجميع اتفقوا حقا على الهرب حينها سئلت أحد القادة الكبارة في أحزابهم في المؤتمر الشعبي العام لماذا قال لي والله نحن كده بالحرف الواحد نحن يا أستاذ قد يكون ثمة متورطين في المؤتمر الشعبي العام في هذا القريمة ونحن لا مانع لدينا فإن نقدمونه المحاكمة لكن تقبل أنه هناك أيضا أطراف أخرى متورطة في الأمر وكي يثبت لك ذلك أنظر عندما تصوق مادة في مشروع قانون العدالة الانتقالية وتختص بالأمر فيما حدث من الانتهاكات في جمعة الكرامة وما خلها أنظر من سيقاوم هذه المادة أكثر من؟ نعم هذا ما حصل يا سيدي طيب أستاذ فهمي نعم حدث فعلا الكل التفق والكل التفق والكل التحق هنا هذا أمر الأمر الآخر ونحن داخل مؤتمر الحوار كانوا كلهم يلوذون بالصمت وكأن الأمر لا يعنيهم جميع المكونات السياسية أستاذ فهمي جميع المكونات السياسية كانت تصمت على هذه نعم جميع المكونات السياسية الأحزاب والتنظيمات السياسية كلها غصدها ودون استثناء نعم طيب كلهم شركاء بشكل أو بآخر وأنتم في مؤتمر الحوار الوطني نعم وأنا في يوم انتورت بالمشاركة وأنتم في مؤتمر الحوار نعم نعم وأنتم في مؤتمر الحوار الوطني وكنتم تناقشون مرتكبية هذه الجريمة وأيضا موضوع العدالة الانتقالية هل كنتم تتجاوزون على حقوق هؤلاء الضحايا بصورة أو بأخرى؟ لم كنا نتجاوز على حقوق هؤلاء الضحايا أقول لك حاجة واحدة بل ما ثبتناه في مشروع قانون العدالة الانتقالية موات حقا قديرة بأن أسوأ بأن يرى هذا مشروع القانون العدالة الانتقالية النور حقا إذا كانوا كلهم بعيدين عن الإثم أو لم يشاركوا في هذه القرائم لكان هذا المشروع رأى النور أمر آخر أريد أن أضعه هناك على عقالة أولا مسئلة الأفلات من العقاب هي أصلا تقوم على أساس أنه اللي في السلطة عارف أنه محصن وعارف أن حصانته تقيه من أي مسائلة أو محاسبة وبالتالي يرتكب الانتهاكات وهو مطمئن أنه لا أحد يحاسبة نعم هؤلاء كلهم الآن هم من شرع أولا للحصانة وهم من صادر حقوق الضحايا عندما شرعوا وعندما حصنوا صالح لماذا حصنوا صالح؟ طبعا لم يصبح حصن صالح بس فقط هو لوحدة حصن صالح ومن كان معاه ومن عمل معاه هؤلاء ليش؟ لأنهم فعلا يشعروا تماما في قرارتهم أنهم شركاء صالح في قرمة وفي كل القرائم التي يرتكبت حقا نعم علينا أن نتكلم من موضوعية ليس الرجل وحده فقط هو المقرم وهؤلاء إبرياء لا هم شركاء حقا وإلى اللحظة أنا أقول لك وإلى اللحظة طيب إذن هذا النقطة مهمة أستاذ فهمي الآن ما وصل للوطن لماذا؟ ما وصل الوطن إليه الآن الوضع الذي وصل إليه الوطن الآن طبعا وصل إليه هكذا صدفة؟ لا بالتأكيد وصل إليه عبر تراكم لعقود من القرائم من الانتهاكات من المظالم الناس وصل الوضع في البلد إلى مهمة بالتأكيد إلى مهمة علي إذن الأسؤال نعم نقطة مهمة وبالتالي تحصين هؤلاء على حساب الوطن يا سيدي معناه أنه مزيدا من نكبات ومزيدا من القرار وهذا النقطة المحورية في حلقتنا اليوم هذا الأمر لن يستقيم إلا بمشروع عدالة انتقالية تفضي في شق منها إلى عدالة قنائية طيب اسمعني نقطة مهمة وأتمنى أن تجيبني باختصار حتى أن تقل للأستاذ ثابت الأحمد فقط يعني الدعوات الآن التي تقول بهؤلاء التي تتحدث عنهم ومنحهم الحصانة هو ما أسس وأوصل البلد إلى هذه الأوضاع اليوم وأسست أيضا لجرائم أخرى دعوات التصالح معهم وتوحيد الجهود حول مقارعة ومقاتلة الحوثي وسعادة الدولة كيف تنظر له؟ نعم عزيزي أحييك حقا أحييك على هذا السؤال مسئلة هؤلاء المسئلة كيف تنظر إلى التصالح والتسامح هذا مشكلة عندنا في اليمن أنه الناس تقفز مباشرة إلى مسئلة التصالح والمصالحة والمصالحة الوطنية أو التصالح والتسامح أو إلى آخر من هذه المصطلحات نعم الأمر هذا مطلوب لكن متى؟ أولا لا يمكن أن تصل أنت إلا بعدالة انتقالية مسئلة العدالة الانتقالية ينبغي أن تكون كحقا مقدسة تقدم مع عداه كي نخلص إلى وطن آمن وحر ومستقر وكريم غير هذا الكلام فاضي الأمر الآخر أن هؤلاء عندما أنت تقول مصالحة أو تفتح حوار سياسي فأنت تفتح حوار سياسي أولا مع المكونات هذه مع المكونات كأحزاب وليس كأفراد من الأفراد الذين ينتمون إلى هذه المكونات أو الأحزاب أو غيرها هذه الأفراد أو الأشخاص يعني بصفاتهم إذا كان ثم ثبت عليهم ثبت عليهم ارتكابهم لقرائم أو انتهاكات حقوق الإنسان وهكذا فهؤلاء بالتأكيد عليهم ينبغي أن يقدموا للعدالة لا أحد أن يكون كبيرا أو فوق العدالة بدءا من الرئيس القمهورية إلى أسقر موظف إذا أردنا حقا أن نذهب إلى وطن خالي من الحروب والنزاعات نعم أستاذ ثابت الأحمدي كما تعلم أنه إذن الأستاذ ثامي ربما رأيه واضح فقط أنه التجاوز على أي جريمة وعدم محاسبة من قاموا بها هي تؤسس أيضا لجرائم أخرى في المستقبل وهو ما حدث في عام 2014 وحدث اليوم وسيحدث غدا إلى لم يحاسب هؤلاء وذكر منه حتى من رئيس الجمهورية إلى أصغر شخص في الدولة إذن الآن أيضا أنت تعلم بأن ما قاد إلى انقلاب 2014 هو تجاوز جرائم 2011 وإعطاء الحصانة لصالح ونظامه وهو ما جعلهم يحتفظون بقواتهم وكل نفوذهم حتى نتج عنه هذا الانقلاب في عام 2014 مع مليشيات الحوثي الآن من جديد الناس تدعو للتصالح والتسامح والتجاوز عن هذه الجرائم ستؤسس أيضا لجرائم أخرى في المستقبل إذن ما هو الحل من وجهة نظرك؟ الحل عن مسائل جزئية في الوقت الحالي يبدو من الترف دعنا اليوم نتحدث بمنطق الدولة لنؤسس أولا للدولة ثم نبحث عن تفاصيل الدولة وعن الحلول داخل بنية الدولة نفسها يا عزيزي نحن اليوم نعيش مرحلة ما قبل الدولة مرحلة المليشيات مرحلة شبه حالة المشاع ليس هناك دولة دعونا نؤسس دولة ثم نطالب بعد ذلك بكل المطالب واليطالب الشاب بكل حقوق نؤسس دولة بمن؟ نؤسس دولة بمن؟ من هم أطراف الدولة التي سنؤسسها في المستقبل الذين سيحاسب هؤلاء القتلى والذين ارتكبوا جرائم؟ هذا هو السؤال الصعب اليوم لدينا الشرعية والأسف الشرعية تبدو عاجزة لكن دعنا نعول على عنصر الزمن في الفترة القادمة التي قد تكون أو قد نصل خلالها إلى حلول بأي طريقة من الطرق ولو التصالح الضامن لتجاوز هذه النقطة التي نعيشها اليوم تأسس الدولة هو المبدأ الأول والأخير الذي يجب أن نسير عليه اليوم ثم نضع بعد ذلك أو نجب على الأسئلة الفرعية التي يعني بجعبات الشعب اليمن ولكن كما تعلم نحن الآن إذا كانت المقدمات خاطئة نأسس إذا كان المبدأ من بدايته خطأ ونتحالف مع هذا المجرم بالتأكيد ستكون النتيجة خاطئة وهذا ما حدث 2011 ونتج عنه انقراب 2014 الآن نفس الآلية تعاد ولكن بصورة أخرى وتحت شعارات أخرى يبدو الأمر كذلك وقلت لك هي مشكلة تاريخية وأزلية من الصعب على اليمنيين يبدو من الصعب على اليمنيين التي يفعنا في الوقت الحالي هذه مسألة وهذا ظرفنا وهذه طبيعتنا ليس هناك قائد قوي يا عزيزي يكون أطول من القوم هؤلاء جميعا يؤسس لدولة بصرامة وقوة ويقضي على المليشيات وعلى التجمعات وعلى أمراء الحرب القائمين كل الأطراف اليوم في حالة ضعف متساوية أو في حالة قوة متساوية وبالتالي يصعب على طرف القضاء على طرف بصورة نهاية والتحمل وتحمل المسؤولية اليوم الرؤوس متعددة كالأخطبو كل منهم متحكم بجزئية معينة أو بلطاق معين ولم يستطع أن يخضع على الطرف الآخر بصورة نهائية حتى يتحمل المسؤولة أيضا وإن كانت المسؤولة اليوم تقع باللقى من الأول والأخير على الجماعة الإنقلابية الجماعة الحوذية في صنعها التي اعتدت على الدولة ولم تكن على مستوى قيادة الدولة نعم أستاذ فهمي الثقاف إذن كما يقول الأستاذ ثابت الحديث أيضا الآن عن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم هو من الطرف الجميع الآن يبحث عن دولة عندما تستعاد الدولة ممكن تفتح هذه الملفات ويبدأ محاسبة من يرتكبوها ما رأيك أنت؟ هذا تبرير يا سيدي أنا لا أقف عنده كثيرا أولا مسئلة الدولة هذه اليوم أو قدل ستأتي لكن علينا أن لا نقفل حقوق هؤلاء الضحايا ما أوصل اليوم اليمن إلى هذا الوضع المأساوي هو تراكم كل هذه المظالم والانتهاكات التي تمت بحقوق الإنسان عندما تحصن مائة شخص أو مائتين شخص من المقرمين راحض نتائج اليوم كم فقدنا من القتلى والضحايا والمعاقينة؟ نعم هذا هو السبب لا يمكن الخروق من المأزق هذا لا يمكن الخروق من دوامة العنف هذه لا يمكن الخروق من الحروب المتكررة والمشتدامة في اليمن إلا بموضوع عدالة انتقالية أولا تبدأ وفقا لما تم التوافق عليه داخل مؤتمر الحوار ووفقا لما هو مدون أيضا مشروع قانون العدالة الانتقالية تبدأ من 67 في الجنوبا ومن 62 شمالا حتى اللحظة الراهنة التي أتكلم فيها تشمل كل القرائم التي ترتكبت من تلك الحقبة في استينات القرن الماضي حتى اللحظة دون هذا خرط القتاد الرهان يبقى على كلام فاضي الآن الموجود أيش اللي حاصل الآن؟ نعم الكل والجميع يريد أن يهرب كماما نحو المصالحة المصالحة مع من وعلى حساب من؟ على حساب وطن مدمر وضحايا كثر فيه وقتل قائمتهم لا زالت مفتوحة وتستوعب الكثير يوميا كيف يمكن؟ لا يمكن الذهاب إلى مصالحة وطنية المصالحة الوطنية هي قزة من تدابير عدالة الانتقالية وقزة من آليات العدالة الانتقالية تأتي في الأخير تبدأ بالاعتراف أولا بكشف الحقيقة كيف ينترى صاحب الضحايا؟ ما تقوله صحيح ما تقوله صحيح مئة في المئة لكن كما تعلم أيضا من الذي سيحاسب ويؤسس وينصف الضحايا في هذه اللحظات التي لا تجد فيها دولة أصلا ولا زالت الميليشيا الانقلابية التي أسقطت الدولة والدولة لم تعد؟ لا طبعا الآن في الوضع الراهن في الوضع الراهن في الوضع الراهن لا صعب جدا نحن أولا نريد دولة لكن للأسف شديد أنا أقول لك حتى على مستوى الزمن المنظور الآن قريبا جدا أنا أقول لك حقا للأسف شديد صعب جدا أن نقيم دولة في اليمن وبهؤلاء الموجودين حاليا في المشهد السياسي يمني نعم سواء كان من الشرعية أو من بغية الأطراف الأخرى عندما نعول إلى الشرعية الشرعية حتى اللحظة للأسف شديد لم تقدم نموذك احتذى يا سيدي لم تقدم نموذك حقا يستحق التوقف عنده ومنحه أو محظه شيئا من الثقة لنبضي الإمام قدوا لكن للأسف شديد حتى اللحظة الآن الوضع في البلد يعني الوضع في البلد حقا ما أساوي بلد محتلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى أيها فاللحظة اللي يمكن نعيسس فيها اليمن جديد آخر مختلف حقا حر كريم هي أولا بزوال الاحتلال وقامة دولة حقيقية وتطبيق مسئلة الاعدال الانتغالية حقا هؤلاء كلهم طبعا نقول لك ظالعين متورطين في قرائمة هكذا حقوق الإنسان الموجودين سواء من الجميع من الموجودين في الحكم اليوم هم شاركوا في فترات مختلفة وفي حقام مختلفة وبعضهم كانوا مسؤولين أيضا مع النظام في فترات من الفترات ثم رقعوا داخل أحزابهم وإلى آخر حينما كانوا مسؤولين مع النظام مارسوا أبشع القرائم وعندما عادوا إلى أحزابهم وهكذا حاولوا أيضا الهرب إلى الأمام ولم يساعدوا أو لم يساندوا فكرة حتى غيام اعدال انتغالية أو الدفع قدما مشروع قانون العدالة الانتغالية لماذا؟ لأنهم آثمين أصلا وقدركوا تماما أنهم متورطين وأنهم بيكونوا محل مسائلة العدالة وبالتالي آثروا الهرب هؤلاء حقا على كل الأحزاب على كل الأحزاب أنت عيدا عليها أن تعمل بفاضلة وأن تختار بين الأفراد وبين الوطن وطن بما يعنيه وطن وشعب وبين أفراد هنا هذا السؤال الصعب والخيار الصعب عندما تقاوب عليه حقا منطلقا من ضمير طيب أعتقد أنك ستكون حسمت الأمر نعم وضحت هذه النقطة أعود للأستاذ ثابت الأحمدي أستاذ ثابت الأحمدي كما تعلم ربما الكثير من الناس متفق على أن الجميع في هذه اللحظة لا بد أن تتوحد الجهود من أجل مقارعة الميليشيات الحوثي وإنهاء الانقلاب واستعادة الدلو ومن ثم تؤسس لكل يعني مراحل عدالة انتقالية ومحاسبة المجرمين أو تعويض الضحايا وجبر الضرر لكن الآن الطرف الآخر من كان الضالع الأول في الجرائم سواء من جماعة الكرامة أو ما بعدها وأيضا شريك في انقلاب عام 2014 اليوم هو يحاول تقديمه بصورة أو بأخرى كطرف سياسي لا بد أن يكون حاضرا في المشد مستقبلا هذا الطرف للأسف الآن أستاذ ثابت كما تعلم الآن لا يعترف حتى بالشرعية كيف يمكن أيضا أن يعترف بأنه ارتكب جرائم ويجب جبر الضرر وأن تكون هناك مصالحة وطنية وعدالة انتقالية في الواقع هذه واحدة من المشكلات أن يوجد طرف ثالث يحارب الانقلاب وفي نفس الوقت لا يعترف بالشرعية هذه مسألة معقدة جدا ويصعفها ما في الوقت الحالي ولكن هذا الفريق الذي يبدو فريقا ثالثا إن اعترف بالشرعية ودخل في صف الشرعية لمحاربة الانقلاب ولمحاربة الكهنوت الإمامية الأكبر من الممكن أن تؤسس مرحلة قادمة معه لتجاوز ما هو أكبر حتى نبني الحد الأدنى من الدولة ثم نبدأ نبحث في العداء الانتقالية ثم نبدأ نبحث أيضا في مسألة التعويض وتأسس الدولة من الطوب الأول نحن اليوم في مرحلة لا دولة تعوض من يعوض من من يحاكم من الأمر يبدو مشاعن ليس هناك أحد ممسك بزيام القيط حتى يحمل المسؤولية نعوض على الفترة القادمة أن توجد حتى الحد الأدنى من الدولة الحد الأدنى من ما هو معقول ومما هو واجب حتى يحصل هؤلاء الضحايا ولو على الحد الأدنى من الدولة ولكن لا تعلم كما تعلم أستاذ ثابت التحالف مع المجرم أستاذ ثابت التحالف مع المجرم هي جريمة بحد ذاتها أصلا هناك مجرم أكبر ومجرم أسأر ويعني طبعا لغفق يعني مسألة الدرق الفاسد يقدم طبعا يعني المصلحة الكبرى على المصلحة الصورة يعني أو من هذا القبيل والكل ضالعون على تفاوت كما قال الأخ فتاة الكل ضالعون في الجناية على هذا الوطن ولكن على تفاوت ولا يمكن أن أتحالف مع السرطان من أجل القضاء على المنارية أبدا هذا غير منطق نقضي أولا على السرطان الأكبر ثم نبدأ بعلاج بقية العلل نعم طيب أستاذ فهمي الثقاف وجهة نظرك أنت وأنا أرى الأستاذ ثابت يتحدث وأنت ربما تبتسم ما أدري ما هي سر ابتسامتك ربما شيء لم يروق لك ممكن نسمع وجهة نظرك نعم مجرم عشان تحقق عدالة نعم هذه مصيبة هذه الكارثة بعينها عندما تمد يدك لمجرم أو غل في دماء اليمنيين أو في انتهاك حقوقهم وعراضهم فأنت مع المجرم وضد الضحايا هنا لا تتحدث لا عن إنسانية ولا عن سياسة ولا عن أي شيء هنا فقط أنت تتعامل وفقا لدستور أو قانون العصابة إن كان لعصابات قوانين وإن كان للمجرمين قوانين نعم بالتأكيد بتكون لهم قوانينهم مخاصة في الإجرام وفي انتهاك العراض وفي انتهاك حقوق الإنسان كارثة حقا حينما نفكر أنه علينا أن نتحالف مع مجرم أين كان هذا المجرم لا المجرم المكان هو الطبيعي هناك في قفص الاتهام هل اليمنيون مضطرون للتحالف مع هذا المجرم أستاذ فهمي اليمنيين غير مضطرين لن يتحالفوا مع مجرم ولن يضطروا أن يتحالفوا مع مجرم لأن الأصل الأشياء يا أستاذ أصل الأشياء ينبغي الناس تخرج جميعا من أجل العدل من أجل الحرية من أجل الكرامة هذه لها ميادينها التي لا يعرفها المجرمون والسرق واللصوص واللصوص خيرات الشعب اليمني لا يعرف هذه الأشياء حقا فبالتالي هذا الشعب كفيلا أولا بعد أن ينهض حقا ويبني دولة حقيقية فقط متى ما بعدوا عنه هؤلاء المجرمين لكن عندما تأسس أو تأسل الإجرام بفكرة الإجرام والتحالف مع الإجرام والتحالف مع المجرمين كي تنشئ دولة ومشاعر إذا كان الأساس خاطئ من أصله لا يمغي أن تتكلم على بناء ينهض أو يغوم لا يمكن بالتأكيد فبالتالي المشكلة تكمن فين المشكلة تكمن هنا عندنا في الشرعية الشرعية قوضت ما تبقى من مبناء للدولة أو بناء للدولة في اليمن تماما قوضته الشرعية للأسف شديد قوضته بضعفها وهوانها وهوانها على نفسها وبالتالي أكيد وهوانها على على حقوق على حلفائها نعم الأمر الآخر أن الشرعية هذه وهي تعيش حالة الوهن وحالة الضعف هذه غير المسبوقة حقا مشكلة الشرعية لماذا تعيش هذا في تقديري مشكلتها أنها لم تستوعب لم تستوعب معنى اليمن معنى أن تكون وين اليمن وأن تكون يمني حقيقي هذا اليمن الإرث الحضارية نعم عندما تعامل إذا تعاملت شرعية بقدر من العزة والاحترامها والاعتداد بالذات صدقني تك أن الكل بيعاملها ونفق اللمات عاملت بلو طيب أستاذ فهمي النقطة مهمة نعم أستاذ فهمي نعم نقطة مهمة نقطة مهمة نقطة مهمة نقطة مهمة اسمح لي نعم نعم وبيكيلها مزيدا من الإهانات نعم اسمح لي في نقطة مهمة ونحن في نهاية الوقت فقط الآن يعني كل هذا الدعوات والجميع يمد يده ورحب واستقبل يعني يعني من كانوا ظالعين في الإنقلاب وفي الجرائم منذ عام 2011 وهم عائلة صالح إلى اليوم هذا يعني عائلة صالح ممثلة بطارق أو أحمد وجميعهم يعني لماذا يصرون على أن يبقوا في الطرف الآخر ولا يحاولون يعني تقدير هذه المصلحة التي يسعى اليمنيين فعلا من أجل تقارب ومصالحة من أجل الحفاظ على الدولة لم يعد بيدهم شيء ما هي مصدر القوى التي يجعلهم يتحدثون بعيدا وخارج عن الشرعية نعم هذا السؤال مقالي نعم أيها طبعا الأمر هؤلاء مستندين في الأول والأخير على ما سرقوه ونهبوه من أموال الشعب اليمني وعليك وعلى المشاهد الكريم العودة إلى تقرير اللقنة الأممية الأخير وحددوا بالأرقام أيها ما مع صالح وما أخذوا أحمد وغيره من اللصوص هؤلاء اللصوص مقرمين ولو اللصوص بحق الشعب اليمني هؤلاء سرقوا قوة الشعب اليمني صالح وعائلته هؤلاء طبعا سرقوا اللقمة من فم الشعب اليمني ها الشعب اليمني يعيش اليوم هذا البلاء العظيم أيها بسبب هؤلاء فلا يمكن التحالف مع هؤلاء هؤلاء مستندين أولا على ما سرقوا ونهبوا ومستندين على العمارات للأسف الشديد العمارات تريدهمهم جسر عبور كي يتحقق مصالحها في اليمن للأسف الشديد أشكرك نعم لكن السؤال الحقيقي يعني هل هذا سينجح هل سيمر على الشعب الجمني هذا هل أنا لا أقول ولا أراهن على القوة السياسية في القوة السياسية هذه الموجودة الآن في المشهد الحالي تقريبا بعضها إلا ما رحم ربي كلها انتهزية طيب أستاذ فهمي نعم أشكرك أستاذ فهمي يعني لضيق الوقت سمحني إلا بعضها نعم انتهى الوقت فقط أشكرك جزيلا شكر أستاذ فهمي دعني أعطي الدقيقة الأخيرة لأستاذ ثابت الأحمد أستاذ ثابت كما تعلم الآن يعني من قاموا بقتل المتظاهرين في عام 2011 وهم سلميين وبصدور عارية ثم تحالفوا مع الانقلاب عام 2011 الآن كيف يمكن هؤلاء المجرمين واللصوص والقتل كما ذكر الأستاذ فهمي أن يكونوا في صف الشعب وسيضحون من أجل الشعب ومن أجل استعادة الدولة عزيزي هذه مسألة صعبة ولكن هناك ملاحظة يجب أن نقولها أن القضية اليمنية لم تعد يمنية هذه حقيقة يجب أن نسلم بها أو نسلم بها على مراتها القضية اليمنية لم تعد يمنية أنا أركز على الحل من وقت نوم بكر والتركيز على المشكلة أخذ حجز كبير من نقاشنا في الوقت السابق يجب أن نركز أجز الحل في الدقيقة لأخيرات أفضل نعم الممكن السياسي في استيعاب المتح لإنجاز الممكن هذا ما يجب أن فيه أكثر يعني من بقائنا في تشخيص المشكلة بصورة أكثر نعم الحل في دقيقة أستاذ ثابت من وجهة نظرك اختم بها منك نعم الحل أن تتصالح كافة القوى السياسية اليوم وهو تصالح على مرارته في مواجهة الجماعة الإنقلابية في صنعه ومن ثم يسعى الناس لبناء دولة أولا لاستيعاب ما هو متاح لإنجاز الممكن السياسي في أكرب فرصة ممكنة نعم أشكرك جزيل الشكر الأستاذ ثابت الأحمدي كنت معنا عبر السكايب من مكة المكرمة المملكة العربية السعودية وكذلك الشكر للناشطة الحقوقية الأستاذ فهمي السقاف كان معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن مشاهدين الكرام ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة كما هي لكم مني بشير الحارتي حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاحر بنفس الموعد ونفس الزمان حفظكم الله والوطن اشتركوا في القناة